حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة في البداية أحب أن أقول لكم كل عام وأنتم بخير وأذكركم بدعاء هذا اليوم دعاء يوم عرفة النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة خير الدعاء دعاء يوم عرفة نحن السنة 365 يوم لدينا فقط هذا اليوم وهي طبعا بضع ساعات بضع ساعات فقط تفصلنا عن الليل لذلك أحبتي في الله أكثر من الدعاء يعني أطلب ما تريد من الله سبحانه وتعالى ربنا رب كريم يحبك أن تلح عليه بالدعاء يحبك أن تدعوه في كل لحظة لذلك يبتليك أحيانا بالمرض عندما تبتعد لكي تدعوه يبتليك أحيانا بالظلم بالأذى لكي تكون يعني هذا الظلم وسيلا لكي تعود إلى الله وتلتج إلى الله الله عز وجل يحب العبد التواب كثير الالتجاء إلى الله كثير الدعاء كثير التوسل بالله سبحانه وتعالى وطلب الدعاء من الله والتوكل على الله سبحانه وتعالى خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي انظروا أيها الأحبة إذا أردت أن تتعرف على أفضل كلمة يمكن أن تقولها النبي يخبرنا بذلك وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير إذن أحبتي في الله يوم عرفة يستحب الدعاء فيه والإلحاح والإصرار على الدعاء وكثرة الدعاء يعني هذه الساعات قليلة أنفقها بالدعاء ادعو الله أولا أولا أن يهديك للإيمان لأنه إذا هداك بقية الأمور بسيطة واطلب منه أن يغفر لك أن يغفر لك ذنوبك لأنه إذا هداك وغفر لك فعمليا أنت يعني الله يكون معك فإذا كان الله معك يعني أتصور أن الإنسان يكون في قمة السعادة ولا يريد شيئا آخر أكثر من هذا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء قال فيه إنه يجمع لنا خيري الدنيا والآخرة اللهم اغفر لي ورحمني واهدني وعافني ورزقني احفظوكوا أيها الأحبة الرزق رزق في الدنيا والآخرة والهداية هداية في الدنيا والآخرة يهديك في الدنيا للطريق الصحيح ويهديك في الآخرة إلى ماذا إلى طريق الجنة إن شاء الله المغفرة تكون في الدنيا وتكون يوم العرض على الله أيضا في الدنيا والآخرة إذن هذا الدعاء يجمع لك خيري الدنيا والآخرة اللهم اغفر لي وارحمني والرحمة أيضا نحن نحتاج الرحمة في الدنيا ونحتاجها أكثر يوم لقاء الله اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني المعافى نحتاج دها في الدنيا ونحتاج دها في الآخرة أن يعافينا من نار جهنم ولياذ بالله لذلك أحبتي في الله أدعو بكل الأدعية التي تحفظها أي دعاء تحفظه أدعو به اليوم لأن الدعاء هذا يكون مستجابا يعني الله عز وجل أفردنا نحن المسلمين ولله الحمد أمة الإسلام التي قال فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس أفردنا بلحظات مثل ليلة القدر ومثل الليالي العشر ومثل يوم عرفة ومثل يوم الجمعة كلها أفردها وخصنا بها رحمة منه سبحانه وتعالى لذلك والله أيها الأحبة إن لم تستثمر هذه الدقائق والساعات يوم عرفة ستكون حسرة عليكم يوم القيامة يوم لقاء الله ومن الأدعية المهمة أيها الأحبة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا هذا دعاء ليلة القدر يمكن أن ندعو به الآن هناك أدعية كثيرة 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 جدا علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه قال الدعاء مخ العبادة والدعاء هو العبادة أيضا الدعاء هو العبادة فمن الأدعية الرائعة جدا التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة أحفظ أيها الأحبة أنا لا أحب لأحد أن ينتهي من هذا الفيديو إلا وقد حفظ هذه الأدعية اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة وهناك دعاء مهم جدا كان يكثر منه النبي مع أنه رسول الله سبحان الله دعاء غريب انتبهوا معي نحن الآن في عصر التشكيك عصر الإلحاد عصر الفتن المؤمن لا يأمن على نفسه يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يمسي كافرا ويصبح مؤمنا فتن كثيرا نتعرض لها أيها الأحبة بسبب ضغط عصر المعلومات وضغط وقوة الإلحاد المدمرة التي تغزو العالم اليوم نحن بحاجة للثمات نحن بحاجة اليوم لأن نثبت على الحق إن شاء الله لذلك النبي علمنا دعاء مهما مع لأنه أبعد ما يكون عن أن يقلب قلبه صلى الله عليه وسلم أو أن يشك بالله على الرغم من ذلك كان يكثر من هذا الدعاء لذلك أرجو أن نكسر منه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أنا كمسلم أحتاج هذا الدعاء أكثر من غيري لكي أثبت حتى ألقى الله سبحانه وتعالى وهناك دعاء آخر موجود في القرآن أداية القرآن كثيرة جدا أحبتي في ذلك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهر هذا الدعاء لمن يحدث لديه وسواس أو شك أو رأى مثلا مقطع فيديو وأصبح محتارا أين الحق؟ يدعو بالدعاء الذي علمنا إياه الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهر هذا دعاء مهم أيها الأحبة وهناك سلسلة من الأدعية يمكن بسرعة أن أسردها لكم طبعا هذه الأدعية أنا أقولها في كل لحظة يعني أصبحت أحفظها مثل إسمي مثلا دعاء المكر من أراد أن يمكر بك هناك إنسان أراد أن يؤذيك أنت خائف خائف من شخص من مشكلة من شخص يمكر بك ودعو هذا الدعاء وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد دعاء الوقاية من المكر إذا حرمت الولد حرمت هذا الرزق من الله سبحانه وتعالى دعاء سيدنا زكريا سيدنا زكريا عليه السلام قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له دعاء الهم والغم نحن الآن للأسف في عصر الاكتئاب انظروا أدوية الاكتئاب بالبنيارات تباع للأسف والعلاج بسيط أن تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى لأن الاكتئاب حقيقة سببه الشيطان ولا علاج له إلا اللجوء إلى الله والدعاء إذا شعرت بالضيق إذا كنت تشعر بالضيق الآن لديك مشكلة في حياتك ادعوا بدعاء سيدنا يونس وهو في بطن الحوت في ظلمات بطن الحوت وفي ظلمات البحر وفي ظلمات الليل ماذا قال أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إذن إنسان يريد أن يتزوج ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما هذا دعاء مهم أيها الأحبة أدعية القرآن إذا تأملت فيها تجد في كل مناسبة هناك دعاء يعني مثلا ضاق رزقك عليك بهذه الآية أنا جربتها حقيقة سبع مرات الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز احفظه رجاءنا أيها الأحبة الله لطيف بعباده تستشعر حطف الله بك يرزق من يشاء وهو القوي العزيز تسع كلمات فقط تكررها سبع مرات وأنا على ثقة إذا دعوت الله مخلصا الإخلاص في الدعاء أيها الأحبة هذا أمر مهم جدا أهم من الدعاء نفسي يعني إنسان منافق ويدعو الله يقول يا رب أرزقني الله لن يستجب له إنسان ظالم لأخيه أو لأهله أو لجاره أو للناس ثم يدعو الله لا يستجبعه إنسان يأكل الربا ويأكل الحرم فأنا يستجاب له لذلك أحبتي في الله التجئوا إلى الله بإخلاص وأكثروا من الدعاء ليس الآن فقط في يوم عرفة بل في كل يوم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عتقائه من النار في هذا اليوم المبارك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وكل عام أنتم بخير مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق